السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم طلبة الطلبات التعليم الفني في حلقة جديدة من برنامجنا الحلقة النهاردة مخصصة لطلبة الصف الاول تخصص طباعة واسباعة وتجهيز منسجات المادة ننتكلم عليها النهاردة مادة العمليات مادة العمليات مادة مهمة جدا جدا في مجال التخصص بتاعنا المادة دهيا بتشرح لنا ايه هي العمليات اللي بتتم على الاقمشة عشان خاطر القماش بتاعي يطلع منتج نهائي انه ينفع ان انا افصره ستير ان انا اعمله اخمشة مفروشات ان انا اعمله اخمشة ملابس سيدات ان انا ملابس اطفال ان هو يكون معلقات اي حاجة ايا كانت هشتغل فيها هشتغل فيها القماش طيب قبل ما اعرف ايه هي العمليات اللي انا اعرفها او ان انا هستخدمها على القماش او هعملها على القماش لازم اعرف ايه هي المواد الكيميائية اللي انا باستخدمها في المجال بتاعنا باستخدم مواد كيميائية باستخدم صبغات باستخدم مية باستخدم احمد باستخدم قلويات باستخدم املاح لازم اعرف خصائص المواد هي المواد اللي بتساعدني على انا اعمل المهام بتاعتي او العمليات بتاعتي في نجاح تمام طيب يبقى اهم حاجة عندنا احنا هنتعرف على المواد الكيميائية اللي احنا بنستخدمها في مجال التخصص بتاعنا تاني حاجة بنعرفها بنعرف ايه هي العمليات التحضيرية اللي بتتم على الاقمش المنهج بتاعنا بتاع سنة أولى بنتكلم فيها على عمليات التحضيرية اللي بتنمع على الأقمشة القطنية والأقمشة الصوفية بنتكلم على إزالة الوبرة سواء إذا كانت بحل الوبرة أو حرق الوبرة بنتكلم على إزالة مواد النشوية بنتكلم على إزالة الشوائب والبكتين اللي هي عملية الغالي بنتكلم على عملية الطبيض بنتكلم على عملية التحرير تمام يبقى احنا كده عرفنا ايه هي العمليات نتسع عنها طيب نعرف اول حاجة المواد الكيميائية اللي نستخدمها يبقى احنا عرفنا ان احنا المواد اللي احنا هنخدو ان شاء الله استنادي هناخد نتعرف على المواد الكيميائية وهنتعرف على العمليات التحضيرية بالتنم على الاقمش يبقى الغرب من المنهج بتاعنا بيتكلم على مواد الكيميائية والعمليات التحضيرية ماشي ايه هي المواد الكيميائية المستخدمة في مجال المنسوجات اول حاجة الاحماط الاحماط دي هي مواد تزوب في المية ولها طعم لازع كما أنها تحاول لون ورع عباد الشمس من اللون الأحمر من اللون البنفسيجي إلى اللون الأحمر إحنا عارفين أن الأحماض لها شكل معين الأحماض شكلها إيه؟ سائل يا أما السائل ده يكون لازج يا أما السائل ده يكون شفاف يكون عديم اللون زي ما يكون طيب إيه هي الصفات العامة للأحماض الأحماض لو جينا دقناها على الطرف اللي سنة كنا نلاقي طعمها لازع وما يميز الأحماض أن إحنا لو جينا ورع عباد الشمس اللي هو لون البنفسيجي وحاطناها في محلول في حامض هيحول لي لون البنفسيجي ده إلى اللون الأحمر طيب الأحماض بدنا نقصب لحاجتين أحماض عدوية وأحماض معدنية أول حاجة هنتكلم على الأحماض المعدنية الأحماض المعدنية أول حامض عندي هو حامض الكابريتيك رمزه H2SO4 حامض الكابريتيك رمزه H2SO4 الحامض ده حامض معدني قوي حامض معدني قوي اسمه في الصناعة ماء النار اسمه في الصناعة إيه؟ ميت النار ميت النار دي بنستخدمها فين؟ في البطاريات بتاع العربيات في التنظيف ميت النار دي مادة كوية طيب نعرف الشكل العام بقى ليه؟ حامض الكابريتيك حامض الكابريتيك سائل زيتي القوام سائل زيتي قوام يميه اللونه للإسفرار سهل الزوان في الماء سهل الزوان في الماء من الأحماض قوية جدا من الأحماض قوية جدا له تأثير كوي على الجلد يعني لو جاه على طرف الجلد بتاعي أو على العلق دايا لباسني هيعمل لي حرق في الجلد مباشر فوري حرق فوري اسمه في الصناعة احنا قلنا ايه؟ مية النار شكله ايه؟ شكله سائل زيتي قوام يميه اللونه للإسفرار سهل الزوان في الماء كسافته النوعية 81% 81% بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في مجال سبغة وتبغة وتجهيز المنسوجات ويجب الحذر عند استخدامه في الماء الأحمشة ليه؟ لأن تأثير الأحماض القوية زي ما خدنا في مادة الخامات إنه ممكن تتأثر على بعض الخامات زي القطن الحامض القوية بيعمل له ايه؟ الحامض القوية بيأثر على متانة الخامة بيأثر على متانة بيفحم السليلوز بيبتدي يسحب كل الماء الموجودة في السليلوز ويفحمه يفحم السليلوز تمام؟ طيب يبقى احنا قلنا الحامض الكابيتيك رامزه H2SO4 اسمه في الصناعة ماء النار ماشي سائد زيتي قوام يميل لونه للإسفرار سهل الزوان في المياه يستخدم في مجال سبغة وتبغة وتجهيز المنسوجات ويأي تاني ويستخدم في الصناعة في صناعة المفرقات بيستخدم في أي تاني يستخدم في بطاريات العربيات يجب الحذر يجي سؤالي يقول لي يعلل يجب الحذر عند استخدام حامض الكابيتيك في الصناعة لأنه لقوا تأثير كاو على الجلد أفرق ما بين ما يقول لي أستخدمه في مجال المنسوجات وأستخدمه في مجال الصناعة في مجال الصناعة يبقى عشان خاطر ما يأثر ليش على الجلد اللي العمال اللي شغالين أو اللي يستخدموا المادة الكيميائية طيب في الصناعة في مجال المنسوجات عشان خاطر بيؤثر على متانة الخامة بيؤثر على متانة الخامة التاني نوع عندي من الأحماض المعدنية حامد الهايد بيكولوريك هو تاني حامد معدني يشبه بالظبط حامد الكابريتيك حامد الهايد بيكولوريك رمزه HCL وهو حامد معدني قوي وله نفس خواص حامد الكابريتيك له نفس خواص كسفت النوعية يفرق عنه انه سائل شفاف يميل لونه للإسفرار مش زيتي قوان بقى يميل لونه للإصفرار سهل الزابان في المية كسفة النوعية واحد واثنين من عشر يستخدم في مجال صباغة وطباعة وتجهيز المنسوجات تاني نوع عندي من أحماض حامد النيتريك رمزه HNO3 وده بيستخدم في مجال هو سائل شفاف عديم اللون سهل الزابان في المية يستخدم في مجال صباغة وطباعة وتجهيز المنسوجات ويستخدم كعمل مؤكسة عند صباغة الصوب بالصباغات الحامدية ثاني نوع عندي من الأحماض الأحماض العدوية الأحماض العدوية أول حامد عندي حامد الأسيتيك كلنا عارفين حامد الأسيتيك ده حامد الأسيتيك ده اللي هو حامد الخليك الخلي اللي احنا بنستخدمه في البيت شكله عمل إزاي الخلي ده سائل شفاف ليه لون ولا وش لون ما لوش لون سائل شفاف عديم اللون رمزه إيه CH3 COOH CH3 COOH طيب الحامد ده بيستخدم في إيه إحنا نخلي بنستخدمه في الملابس في إيه أو في التجهيز المنسوجات في إيه آه باستخدمه في عمليات الصباغة مهم جدا باستخدمه في عمليات العمليات التحضيرية مهم جدا بيزبط لدرجة القس الهيدروجيني بيزبط درجة القس الهيدروجيني الحامدية أو القلوية بتاعة المحلول يبقى حامد الخليج أو حامد الأستيب اللي هو اسمه الخليج في الصناعة رمزه CH3 COOH خواصه هو سائل شفاف عديم اللون عند خفض درجة الحرارة إلى 18 درجة مقوية سالب 18 بتحول إلى حامد الخليج السلج يبقى عامل زي السلج الهش كده يبقى عامل زي السلج الهش بيستعمل في مجال سباغة وطباعة المنسوجات كل المواد الكيميائية اللي احنا هنتكلم عنها استخدامها الأساسي في مجال سباغة وطباعة وتجهيز الأقمشة في مجال سباغة وطباعة وتجهيز الأقمشة تاني نوع عندي من الأحماض المعدنية العضوية حامد الفورميك رمزه HCOOH وهو سائل شفاف عديم اللون أهم ما بيميز الحامد ده هو أنه له قدرة على التطاير يعني إيه تطاير؟ يعني أنا لو حطاه جوه عبوة وقفل العبوة بتاعتي كويس ماشي مش هتير لكن لو شافك تحت العبوة هتير زي السيبرتو هتير زي السيبرتو عشان خاطئ كده يجي لك سؤال يقول لك علل يجب إحكام غلق العبوة المحتوي على حامد الفورميك ليه؟ لأنه له قدرة على التطاير التطاير يعني بيتبخر في الجو بيبتجي إن هو يتأثر بالجو ويبتجي إن هو يتبخر في الجو عش موجود؟ زي وزي الأسيتون كده بزي قحول لازم أقفل العبوة كويس قوي عشان خاطر ما يتطايرش بيستخدم في إيه حامد الفورميك؟ بيستخدم في مجال صباغة وطباعة ومنسوجات وبيستخدم في عملية الصباغة بالأخص لزبط درجات القص الهيدروجين يبقى كده تكلمنا على الأحماض الأحماض المعدنية والأحماض الهدوية نتكلم عليها بعد كده على القلويات ثاني نوع عندي اللي هو القلويات القلويات طيب القلويات دي شكل لها عمل إزاي؟ هي مواد لها ملمى صبوني لو جيت مسكتها بإيضاية كده هل هي عاملة زي الصبون؟ أهم ما يميزها إن أنا وجبت ورق عباد الشمس اللي لونه بنفسيجي وحطيته في المحلول اللي بيحتوي على مادة قلوية بتحول لونها إلى اللون الأزرق يبقى كده قلنا الأحماض بتحول ورق عباد الشمس إلى اللون الأحمر والقلويات بتحول ورق عباد الشمس إلى اللون الأزرق الأحماض لها طعم لازع القلويات لها ملمس صبوني عشان نعرف بالتفرقة بالمجرد اللمس إن احنا نعرف نفرق ما بين الأحماض وقلويات أول حاجة عندي في القلويات حعمل هيدروكسيد السوديوم اللي هو رمزه N-A-O-H هيدروكسيد السوديوم اللي هو رمزه N-A-O-H هيدروكسيد السوديوم ده اسمه في الصناعة إيه؟ اسمه سودكوية كلنا عارفين سودكوية عبارة عن بلورات صلبة بيضاء لها القدرة على التميق يعني إيه كلمة تميق؟ منيجي نعرف ونشرح كلمة تميق تميق دي يعني بخار المية الموجود في الجو تبتدي إن هي تنتصو يعني لها القدرة على امتصاص بخار المية الموجود في الجو سهلة الزوان في المياه تستطيع في مجال سباعة وطباعة المنسجات وهي من القلويات القوية جدا يبقى هيدروكسيد السوديوم من القلويات القوية جدا اسمه في الصناعة ايه اسمه صودة كوية عبارة عن ايه عبارة عن بلورات صلبة بيضاء لها القدرة على التميق لها القدرة على التميق بلورات يعني عاملة زي الكريستيل شكلها يبقى عاملة زي الكريستيل كده بتلمع بلورات شكلها يبقى عاملة زي الكريستيل وبتلمع لها قدرة على التميق يعني تنتص بخار المية الموجود في الجو يجي ليس سؤال يقول لي يعلل يجب احكام غلق العبوة المحتوية على هيدروكسيد ستوديو ليه لانها لها قدرة على التميق يعني امتصاص بخار المية الموجود في الجو وهي بتفتأ العبوة بتاعتنا مفتوحة تبتدي انها تنتص الرطوبة البلورات اللي تبقى عاملة زي الكيرستيل وبعيدة عن بعضها تبتدي ان هي تلزق في بعضها وتبقى متبلرة تبقى اسمها متبلرة بس تقديمها في ايه في مجال سباط وتجهيز المنسوجات طيب هي من القلويات الايه قلويات القوية جدا قلويات القوية جدا تاني حاجة عندي هيدروكسيد بوتاسيوم هيدروكسيد بوتاسيوم رمزه ايه كي او اتش كي او اتش طيب هيدروكسيد بوتاسيوم ده اسمه في الصناعة ايه اسمه بوتاسا كوية زيه زي السودة الكوية بالضبط نفس الخواص يبقى عبارة عن بلورات صلبة بيضاء سهلة الزوبان في المية لها القدرة على التميق تميق يعني امتصاص بخار المية او رطوبة الموجودة في الجو يستعدم في مجال سباة وطباة المنسوجات لما بيدوف في المية بيديني ايه بيديني قلوي قوي جدا قلوي قوي جدا تالت نوع عندي اسمه البركس رمزه NA2BO4 البركس NA2BO4 ده من القلويات المتوسطة يستعدم في المية برعا عن مسحوق ابيض سهل الزوان في المية بيستعدم في مجال سباة وطباة المنسوجات وفي ازالة بقع الصدق من على الاقمش رابع حاجة عندي النشادر او الامونيا اللي اسمها رمزها NH3 الامونيا دي ايه بقى برعا عن بلورات او حبيبات بيضاء حبيبات صلبة بيضاء سهلة الزبان في المية اما تضوب في المية بتديني ايه بتبقى ليها ريحة مميزة عشان بتصاعد غاز النشادر بل ليها ريحة مميزة عشان خاطب يتصاعد غاز النشادر من القلويات الضعيفة تستعدم في مجال سباة وطباة المنسوجات تاني نوع عندي او تالت حاجة عندي الاملاح طب الاملاح دي بتتكون ازاي الاملاح دي بتتكون من تفاعل حامض مع قلوي بيضيني املاح حامض مع قلوي بيضيني املاح هي ناتجة من تفاعل الاحماد مع القلويات اول حاجة عندي مواد بتاعتي اول حاجة عندي كلريدو السوديوم كلريدو السوديوم رمزه ايه ن ا ا سي ال تو اللي ان ايه سي ال ان ايه سي ال طب اسمه كلريدو سوديوم ايه نفتكر ده ايه كلريدو سوديوم ده ملح الطعام اللي احنا بناكله في البيت اللي احنا بنحطه على الاكل ملح الطعام شكله عامل ازاي عبارة عن مسحوق ابيض مسحوق ولا بررات عبارة عن حبيبات بيضاء سهلة الزوبان في المياه بتدوب في المياه لأ بتدوب سهلة زوبان في المياه بتستنب ايه في مجال سباة وتباعة الملح ده مهم جدا 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 في عمليات السباقة الملح ده هون بيبقى عبارة عن عامل مساعد بيشيل السباة من محلول يدخلها جوه الخامة يبقى الملح ده استخدمات كتيرة تاني نوع عندي اسمه كابريتات السوديوم رمزها n 2 s o 4 كابريتات السوديوم رمزها n 2 s o 4 اسمها في الصناعة ايه اسمها ملح جلوبر اسمها ملح جلوبا زي ملح الطعام بالضبط أبارة عن مسحوه أبيض أو بالأراض حبيبات بيضة سهلة الزبان في المية تستخدم في مجال سباعة وطباعة المنسوجات طيب إيه الفرق ما بينه ما بين ملح الطعام آه ملح الطعام لو الكيلو بجنيه ماشي الكابرتات السوديوم الكيلو بتاعها بستة جنيه يبقى غالي شوية عنه في السعر بس هو أنقى وبيستخدم درجة العمل بتاعته بتبقى أعلى شوية من ملح الطعام تالت نوع عندي أسيتات السوديوم اللي رمزها CH3 COONA أسيتات السوديوم دي عبارة عن مسحوه أبيض سهل الزبان في المية بيستخدم في مجال سباعة وطباعة المنسوجات وبعدين نيتريت السوديوم اللي هو NA NO2 ده بيستخدم برضه عبارة عن مسحوه أبيض ويستخدم في مجال سباعة وطباعة المنسوجات كل الحاجات دي كلها من أملاح سهل الزبان في المية بتعمل ايه الأملاح دي؟ الأملاح دي بتبقى زي عوامل مساعدة في العمليات التحضيرية أو العمليات اللي أنا بعملها على القماش نتكلم بعد كده على المواد المؤكسيدة طيب تكلمنا عن أملاح أحماض وقلويات ومواق وأملاح طيب هو دول بس المواد لا في عندي حاجات تانية عندي مواد المؤكسيدة إيه هي مواد المؤكسيدة دي؟ مواد بتحمل في تركيبها أكسوجين بتديها لغيرها يعني مواد بتحمل في تركيبها زرة أكسوجين يبقى لو جيت عرفها هي مواد تحمل في تركيبها زرات اكسوجين وتعطيها لغيرها للتفاعل يعني ما جاء يحصل عملية التفاعل بتديها للخامة أو تديها للمادة التي تتفاعل معها طيب منيجي نعرف الاكسادة منيجي نعرف الاكسادة الاكسادة هنا بص علينا معنا الاكسادة هنا هوا ادي المادة بتاعتي ايه ادي المادة ماشي انا لو اديت للمادة اكسوجين يبقى اسمها اكسادة لو خرقت منها هيدروجين يبقى اسمها اكسادة يبقى ما اجي عرفها باختصار هي اكساب المادة زرات اكسوجين او اكسر او اثقادها زرات هيدروجين او اكسر يبقى تعريف الاكسادة ان انا بدي للمادة زرات اكسوجين او اخرج منها زرات هيدروجين تمام كده طيب اهم المواد 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 الموا اوكسيد الهايدروجين. وعندي برامجانات البوتاسيوم. اول حاجة عندي هيبكوريتو السوديوم اللي هو رمزه ن ايه سي ال او تو. رمزه ن ايه سي ال او تو. داخل الكلور اساسي فيه. شكله زي الكلور بالزبط عبارة عن سائل شفاف عديم اللون يميل لونه للاصفرار. سهل الزوان في المية. بستخدمه في ايه? بستخدم الكلور في ايه? كلنا بنستخدمه بطريقة غير مباشرة. بنستخدمه ان احنا ما بنيجي نخسل الاقمشة البيضاء في البيت. بنستخدمه في التنزيف. يبقى الكلور او الهايبكوريتو السوديوم ويستخدم في مجال الطبييد الاقمشة. في مجال طبييد الاقمشة. ولكن يجب الحذر عند استخدامه لان الكلور اما التركيز بتاعه بيزيد بيبتدي ان هو هاجم الخامة ويأثر على المتانة. هنعرفها في عمالات التبييد. الكلور لما التركيز بتاعه بيزيد بيبتدي ان هو يأثر على الخامة. يهاجم الخامة ويأثر على المتانة بتاعتها. طيب. تاني نوع عندي ايه? فوق اكسيد الهايدروجين. مية الاكسلوجين. اسمها في الصناعة مية الاكسلوجين. رمزها اتش تو او تو. بنستخدم مية الاكسلوجين في ايه? بنستخدمها في حاجات كتير. اول ما ييجي في ذهننا على طول نفتكر على طول مستحضرات التجميل. لا طبعا مش مستحضرات التجميل بس. لا ده احنا بنستخدمها كمال في مجال الطبييد. بتستخدم في طبييد الصوف وطبييد القط وطبييد الالياف الصناعية. يعني تستخدم لها مجالات استخدمها في عمليات الطبييد. طيب. ايه ايه هي اهم ما يميز فوق اكسيد الهايدروجين? فوق اكسيد الهايدروجين رمزه باختصار. اتش تو او تو. ده بيتفكك في المية بيديني. المية وبيديني الاكسوجين. الاكسوجين ده هو اللي بيقوم لي بعملية الاكسادة. هو اللي بيقوم لي بعملية الاكسادة. الاكسوجين ده هو اللي بيقوم لي بعملية الاكسادة. طيب. ايبقى مية الاكسوجين او فوق اكسيد الهايدروجين عبارة عن سائل عديم اللون. سهل الزوبان في المية. يستخدم في مجال السباط وطباعة المنزوجات. ويتحلل في الماء الى مية واكسوجين. مية أكسجين. الأكسجين هو اللي بيقوم لي بعملية التفاعل. ما ش tienen por initially يستخدم فيه عملية الطبيط ويستخدم فيه مستحضرات طبيعية يستخدم في المستحضرات الطبيعية يبقى له استخدامات كتيرة تماما. عندي ثالث حاجة حاجة اسمها بريمجانات بوتاسيوم بريمجانات بوتاسيوم رمزها K-M-N-O 4 K-M-N-O 4. بريمجانات بوتاسيوم دي بتستخدم في إيه؟ بريمجانات بوتاسيوم دي يبارة عن اسمها برمجانات لونها لون بتنجاني يبقى عبارة عن بلورات صلبة بيضاء بلورات صلبة يمين لونها البنفسجي المحمر لما تيجي تضوب في المية أو ما تيجي تضوب في المية بيديني لون بنفسجي محمر تستعدم في مجال سباعة وطباعة المنسوجات وفي عماية الطبيعة لكن علل قل استخدامك برمجانات بوتاسيوم في الصناعة ليه ما منستخدمهاش في الصناعة لان برمجانات بوتاسيوم بتعمل لي برمجانات بوتاسيوم سعرها غالي غير اقتصادية ما ينفعش نستخدمها في الصناعة بفضل اننا نستخدم فوق اكسيد الهيدروجين او هايبوكوليت السوديوم لان السعر بتاعهم اقل شوية تاني يبقى برمجانات بوتاسيوم عبارة عن بلورات صلبة يمين لونها للإصفر البنفسجي المحمر لونها ايه بنفسجي محمر لما تيجي تضوب في المية سهلة الزمان فيما بتديني سائل او محلول لونه بنفسجي محمر المحلول ده هون بيعمل لي ايه بقى استخدمه بقى في عملات الطبيب بقى استخدمه في اي عملية ايا كانت طيب برمجانات بوتاسيوم قل استخدامها في الصناعة لي لانها غلو سمنها لانها غير اقتصادية غير اقتصادية تمام طيب كده تكلمنا عن مواد المواقسدة وقلنا هي تعريفها وقلنا تعريف الاكسادة وقلنا المواد اللي احنا بنستخدمها ايه هنتكلم على عكس الاكسادة حاجة اسمها الاختزال عملية الاختزال يبقى المواد المختزرة يبقى المواد المختزرة هي عبارة عن ايه ما نيجي نعرفها هي مواد تحمل في تركبها زرات هيدروجين او اكسر وتعطيها لغيرها للتفاعل احنا قلنا المواد المواد المواكسدة هي مادة بتحمل الخامة بتاعتي او المادة ده هيا شايلة اكسوجين بتديها للخامة طيب المواد المختازة لعكسها شايلة هيدروجين بتديه للخامة شايلة هيدروجين بتديه للخامة تمام كده طيب يبقى ما نيجي نعرف بقى الاختزال الاختزال عكس الاكسادة اه دي المادة بتاعتها هيا اه دي المادة بتاعتها ماشي اه دي المادة يأما دخل لها هيدروجين او اخرج منها اكسوجين يبقى معرفة الاختزال اقول هو اكساب المادة زرة هيدروجين او اقصر او افقادها زرة اكسوجين او اقصر ايه هي المواد احنا بستخدمها في عملية الاختزال عندي اول حاجة عندي مادة هيدروسوفيت سوديو رمزها NA2S2O4 هيدروسوفيت السوديو رمزها NA2S2O4 دي عبارة عن ايه عبارة عن مسحوق ابيض سهل الزوبان في المية مسحوق ابيض سهل الزوبان في المية بيستخدم طبعا في مجال سباة واتباة المنسوجين تاني مادة عندي اسمها بيسلفيت السوديو رمزها NA HSO3 NA HSO3 المادة دي برضو عبارة عن مسحوق ابيض بيستخدم في مجال سباة واتباة المنسوجات سهل الزوبان في المية طيب الهايدروسوفيت وبيسلفيت بيستخدمهم في ايه الهايدروسلفيت بيستخدم في ازابة سباة الاحواط ده حاجة مهمة حاجة اساسية عم باجي عمل عمية السباة بسباة الاحواط بيسلفيت السوديو ده لازم احطه كمادة مختزلة عشان بيساعد على زوابان السباة لان السباة دي سباة غير قابلة لزوابان في المية عشان تدوف في المية لازم استخدم مادة مختزلة وقلوي لازم استخدم معها بيسلفيت السوني وحط معها مادة هيدروسلفيت السوني وحط معها مادة قلوية بيعملوا ايه بيساعد بيحاول الصبغة بتاعتي بين الصورة الغير قابلة لزوابان في المية الى صورة سهلة الزوابان في المية وعمل عمية السباة طيب ده بالنسبة لهايدروسلفيت طيب بالنسبة للبيسلفيت اما يجي عمل عمية الغالي في المراجل البخارية الافقية او الرأسية بيحصل ايه انا بحط القماش جوه المكنة في طيات بيقى فيه طيات بيقى فيه هوا كما تيجي تحط نملة المكنة بالقماش فيه طيات كده فيه هوا جوه الفراغات الهوا ده فيه اكسوجين بيس الفيتوستوديوم ده بيعمل ايه بيتفاعل مع اكسوجين الهواء الجوي الموجود داخل الغالي عشان تتم عمية الغالي بنجاح يبقى يقول لي يجب اضافة بيس الفيتوستوديوم الى حمالة عند اجراء عمية الغالي يجب اضافة بيس الفيتوستوديوم عند اجراء عمية الغالي ليه لان بيس الفيتوستوديوم بيتفاعل مع اكسوجين الهواء الجوي الموجود داخل الغلاية عشان خاطر تتم عملية الغلي بنجاح لازم احط بيس الفيتوستوديوم لو في شوية هوا اكسوجين موجودين ضعت بازة عملية الغلي عندي بعد كده هنتكلم على مواد الاتلال مواد الاتلال دي عبارة عن ايه؟ مواد تعمل على زيادة قدرة الخامة على الامتصاص السوائي يعني ايه؟ يعني انا سطح القماش بتاعي القماش اهو مثلا انا اما اجي اعمل اي عملية ايه اللي بيحصل؟ القماش بيجي يمتص مش منتظم بيمتص مش منتظم عشان خاطر يمتص بانتظام بستعد المواد ابتلال المواد دي بتعمل لي ايه؟ على انتظام امتصاص السوائي على انتظام امتصاص السوائي نقولها نعجزوا معايا يعني الخامة بتاعتي هي دي الخامة ماشي؟ الخامة بتاعتي اللي ما اجي عمر اعمل لها غمر في المحلول ايه اللي بيحصل؟ ماشي؟ هتلاقي جزء بيشرب مياه كتيرة و جزء بيشرب مياه قليلة جزء مياه كتيرة و جزء مياه قليلة يعني معناها ان كمية المواد الكيميائية مش متساوية على سطح القماش طب انا بستخدم مواد الابتلال مواد الابتلال لما بستخدمها بتخليلي الامتصاص منتظم بتخليلي السطح كله بيمتصب نفس الكمية السطح كله بتاع القماش من اول القماش لغاية اخره بيمتصب نفس الكمية بالتالي لما اجي اعمل عملية صباغة تديني صباغة منتظمة يبقى ما نيجي نقول مواد الابتلال تعرفها هي مواد تعمل على زيادة القدرة على امتصاص السوية ماشي؟ اهم من مواد الابتلال اول حاجة عندي الزيت الاحمر التوركي هتقولي لي زيت يبقى الزيت ده هون بيعمل ايه؟ زيت والون احمر؟ لا طبعا الزيت الاحمر التوركي ده من اهم مواد الابتلال بيستخدم في ايه؟ عبارة عن سائل شفاف زيتي قوام زيتي قوام سهل الزوان في المياه بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في مجال صباغة وطباعة المنسوجات اهم حاجة في استخدامه كمان في مجال صباغة وطباعة المنسوجات ان بيستخدم عند صباغة الاقمشة القطنية بصباغات النفتل في نوع عندي من صباغات اسمها صباغات النفتل او صباغات الازية صباغات النفتل او صباغات الازية بيستخدم في عملية الصباغة بيها. بيبقى عامل مادة ابتلال قوية جدا. وبيستعدم لو انا هعمل كمادة ابتلال لانه لدي درجة تغلغ العالية للأقمشة السقيلة زي الجنس. زي القماش الجنس التقيل. الأطلس. القماش الأطلس. ماشي. طيب. يبقى عرفنا كده هو ان الزيت الأحمر التركي من أهم مواد الابتلال ويستعدم في مجال الصباعة وطباعة المنسوجات وخصوصا عند الصباعة بصباعة النفط أو صباعة الأزية أو عند استخدام الأقمشة الجنس أو الأقمشة الأطلس اللي هي الأقمشة السقيلة. تاني عندي نوع من المواد. عندي الأبيجون الأبيجون ده سائل سهل سهل الزوابان في المياه سائل شفاف. سهل الزوابان في المياه يستعدم في مجال الصباعة وطباعة المنسوجات وبيبطيني درجة ابتلال عالية للأقمشة أهم ما يميز مواد الابتلال بقى عندي المناظفات الصناعية. ايه يا بقى المناظفات الصناعية. الصابون الصابون ده من أهم مواد الابتلال. هو ينفع نقسل. او نحط الغسيل في المياه من غير صابون. الصابون بيعمل ايه? بيقوم لي باستحلاب الدهون. بيقوم بيخلي اللقمش بتاعي يمتص السوائل بانتظام. يخلي اللقمش بتاعي يبقى جيد الابتلالية. طبعا تمام. يبقى كده أخدنا مواد الابتلال وخدنا أهمية مواد الابتلال. نتكلم بعد كده على المادة اللي بعديها. جواهر الكشافة. اسمها جواهر كشافة. يعني حاجة بتكشف لي. يعني ايه جواهر كشافة? يعني هي مادة بتبتدي نهاية تكشف لي المحلول ده حامض ولا المحلول ده حامض قلوي. بتعرف تعرف لي المحلول ده هو عن حامض او قلوي. بقى فقط لغير. يبقى للكشف عن حامضية او قلوية المحلول. يبقى هي مواد تستعمل للكشف عن حامضية او قلوية المحلول. طيب نبسي على الجدول بتاعنا ده بقى مهم جدا انا عندي كم نوع عندي تلات انواع انا عندي انواع كتير بس احنا نتكلم على عباد الشمس ورق عباد الشمس لونه الاصلي ايه بنفسيجي لونه الاصلي بنفسيجي طيب في الوسط الحامدي بتحول الى اللون الايه الاحمر الوسط القلب بتحول الى اللون الازرق تاني حاجة عندي الفينول في سلين الفينول في سلين ماشي ده لونه الأصلي عديم اللون مالوش لون في الوسط الحمدي بيديني ما بيتأثرش الوسط القلوي بيتحول إلى اللون الوردي الوسط القلوي يتحول إلى اللون الوردي تالت حاجة عندي المسايل البرتقالي لونه الأساسي برتقالي ماشي في الوسط الحمدي بتحول إلى اللون الأحمر الوسط القلوي بتحول إلى اللون الأصفر يبقى الجواهر الكشفة دي بتعبلي إيه بتعرف لي ان المحلول ده حامض ولا المحلول ده قلوي ان انا بحطها فيها تبتدي انها تغير لونها من لون لون تغير لونها من لون لون ما بتعرف ليش حامض قوي ولا قلوي قوي هنعرفها فيما بعد طيب عندي بعد كده الزيوت هل ينفع ان احنا نشتغل في الماكينات من غير فيها زيوت او شحوم لا طبعا الماكينات دي شغالة بتروس التروس ده هيا عش ما حصلش احتكاك فيها لازم باستخدم زيوت لازم باستخدم زيوت او باستخدم شحب يبقى انا عندي الزيوب تنقسم لحاجتين زيوت معدنية زي زيت البترول اللي هو الكائل والإجاز والبترول الخفيف اللي هو البنزين طيب طبعا إجاز احنا عارفين احنا بلاستخدمه في ايه احب اولا هو بيستخدم ممكن استخدمه في التنظيف ممكن استخدمه في عمل متخنات التباعة البنزين الزيت الخفيف ده برضو استخدمه في في عملية التنظيف الجاف في حاجة تانية اسمها الشخوم ما دي برضو من ضمن الزيوت المعدنية الشخوم الشخوم ده هيا بتستخدم في تزييت او تشحيم الماكينات عشان خاطر تمنع تآكل التروس مع بعضها التروس لما يحصل احتكاك ما بينها ومن بعضها بيحصل تآكل ما بينها ومن بعضها رفع درجة الحرارة والمعدن مع المعدن اثناء الاحتكاك ده يحصل تآكل ما بين المعدن ويه الترس ويه نفسه او الترس ويه اخوه تمام تاني عندي حاجة من الزيوت اللي هي الزيوت العدوية عدوية يعني بتستخرج باخدها من الطبيعة باخدها من الطبيعة زي زيت بزرة الكتان زي زيت بزرة القط زي زيت الزتون كل الحاجات دي باخدها من النباتات طب الحاجات دي باستخدمها في ايه باستخدمها في عمل المتخنات باستخدمها في عمل المتخنات وعندي زيت تاني اسمه زيت الترابنتينا زيت الترابنتينا ده عبارة عن سائل عديم الزيوبان في الميا بس لها قدرة على التطاير يعني انا لو عندي بقع على الاقمشة ابتدي ان انا ننضب بيها البقع دهيا لان هو بعد كده هيتطاير في الجو تمام المواد المشتتة ايه هي بقى المواد المشتتة من اسمها مشتتة كده يعني مواد بتساعد على تشتيت الاشياء او تشتيت المواد الكيميائية في المحلول طيب المواد المشتتة دي ازاي المواد المشتتة دي نركز انا عندي بستخدمها لتعمل على انتشار المادة بانتظام في المحلول ماشي انا بعض المواد ممكن احطها جوه المحلول احطها جوه المحلول توجد في وجود تجمعات يبقى متجمعة كده ماشي مش دايبة في المحلول متجمعة اما باجي احط عندي مادة الانتشار بتساعد على انتشار اما حطي مادة الانتشار بتخلي عندي المادة منتشرة بانتظام يعني مسافة ما بين هنا وهنا 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 بين كل جزئات متساوية المسافة متساوية ما بين الجزئات وادي بعضها يبقى مادة الانتشار بتعمل على انتشار المادة بصورة منتظمة في المحلول طيب مادة الانتشار ده هيا بتعمل بتستخدم في ايه بتستخدم في مجال سبات وطباعة المنسوقات وخصوصا ركزوا بقى في كلمة خصوصا في عندي نوع من الصباغات اسمه الصباغات المنتشرة الصباغات المنتشرة او الديس بيرس داي الصباغات المنتشرة او مشتتة الصباغات دي ما بتضوبش في المية عشان خاطر تضوب في المية او تنتشر في المية انا بحط لها مادة انتشار بتخليها تنتشر بانتظام في المية ما يجعل عمل عمية الصباغة تبقى سهلة انها تلتصك بالخامة بانتظام تبقى الصباغة بتاعتي ايه متجنزة تاني حاجة عندي او بعد كده النقطة اللي بعدها المناظفات الصناعية المناظفات الصناعية دي مهمة جدا جدا هل ينفع ان انا اعمل اي عملية من غير ما اعمل عملية غسيل بعدها طب هعمل غسيل بايه هعمل غسيل في ايه باستخدام مناظفات الصناعية الصابون مناظفات الصناعية اللي هو الصابون طب الصابون ده بحضره من ايه من تفاعل احماض الدهنية مع القلوي بيديني صابون يبقى تحضير الصابون من احماض دهنية زي القلوي هديني صابون زي ما يكون بقى نوع الأحماض الدهنية دي ايه زي ما يكون نوعها ايه حمد الأوليك حمد الاستياريج زي ما يكون نوع الحمد بتاعي دي ايه طيب يبقى عرفنا كده هون أن الصابون أو الأحماض المنظفات الصناعية اللي هي الصابون أيًا بقى كان شكل صابون أو أيًا كان تركيبه بيستخدم في ايه بيستخدم في كل العمليات التحضيرية والغير تحضيرية والعملات النهائية كل حاجة ما فيش اي عملية اعملها الا ما لازم بعدها اعمل عمل عملية غسيل بالصابون عشان اتخلص من اثار المواد الكيميائية يبقى الغرب منها طبعا الصابون بيعمل ايه اول حاجة الصابون لو انا عندي شوائب في القماش بتخلص من الشوائب لو انا عندي دهون في القماش بتخلص من الدهون لو انا عندي مواد الكيميائية بيبتدي ان هو يدوب مواد الكيميائية ويدوبها في المية تمام كده يبقى الصبون بيتخلص من أثار المواد الكيموية الموجودة في القماش تخلص من أثار الشواب تخلص من أثار الدهون الموجودة بالأقمش وعملية الغسيل دهيا الغسيل باستخدام المنظفات الصناعية مهمة جدا بعد كل العمليات التحضيرية والتكملية بعد كل العمليات لازم أعمل عملية غسيل باستخدام المنظفات تمام عندي بعد كده درجة القس الهيدروجيني اه احنا اتكلمنا عن الجواهر الكشافة وقلنا الجواهر الكشافة دي عبارة عن ايه عبارة عن ان هي بتعرف لي اذا كان المحلول ده حامض او قلوي المحلول ده حامض او قلوي طيب لكن انا ما عرفش درجة الحامضية بتاعته حامض قوي ولا لأ ولا قلوي قوي ولا لأ طيب ايه لا هيعرف لي حاجة اسمها درجة الاسر الهيدروجيني درجة الاسر الهيدروجيني ده نظام ده جهاز ده جهاز ماشي الجهاز هو جهاز قدامي ماشي بيبقى فيه بفر او بيبقى فيه المقياس بتاعي بيعمل زي القلم كده بحطه في المحلول ويبتدي اقراري على الشاشة بتاعة الجهاز ان المحلول ده حامد او محلول ده قلوي حامد بدرجة كذا او قلوي بدرجة كذا يبقى ما يجعرف القسط الهيدروجيني بقول عليه هو نظام يمكن عن طريقه تحديد مدى او درجة قلوية الاحماض او حمضيتها المادة او حمضيتها تمام يبقى نقول عليه هو نظام يمكن عن طريقه قياس مدى حامدية او قلوية المحليل حامدية او قلوية المحليل طيب الاسر الهيدروجيني ماشي بيرمز لب بي اتش رمزه بي اتش يعني ايه بي بي دي يعني تركيز اتش دي يعني ايون الهيدروجين يعني معناها انه بيقسلي تركيز ايونات الهيدروجين في المحلول تركيز ايونات الهيدروجين في المحلول تمام طيب يسهلي عن طريق ايه انه بيطابعا بيحصل تقييون المحلول اي حاجة ما يحصل لها تقييون تتحول الى ايونات او شحنات مجابة وشحنات سيربة طيب نعرف نظرية التقييون نركز مع بعض خليكم معي تقاين الميا أما تيجي الميا تتقاين الميا رمزها عندي H2O هتتقاين إلى مجموعة الهيدروكسيد بشحنة سولاء سالبة زائد المجموعة الهيدروجين بشحنة مجابة زائد الهيدروجين بشحنة مجابة طيب الأحماط أما تيجي تتقاين ناخد أي حاجة H2O4 مثلا هتقاين إلى الهيدروجين 2H بشحنة مجابة زائد الكابيتات بشحنة سالبة القلوي الهيدروجين 2H هيتقاين هيديني السوديوم بشحنة مجابة ومجموعة الهيدروكسيد بشحنة سالبة يبقى أي حاجة في المحلول بيحصل لها تقاين ده شحنة مجابة شحنة سالبة طيب أنا عندي أي حاجة هكتب كده عايزة أعرف المادة دهيا حمودية ولا قلوية المادة دي حمودية ولا قلوية طيب أعرفها إزاي المادة دهيا بتدوب فين في المية يبقى أعمل تأيون للمادة دي وأعمل تأيون للمية نشوف آدي المادة زائد أعملها عمية تأيون بعمل السهم رايح جاي هيديني الهيدروجين بشحنة مجابة واديني السي اللي بشحنة سالبة أنا بادوبة في إيه؟ بادوبة في المية المية رمزها إتش تو أو تأيون هيديني اله بشحنة مجابة زائد الو إتش بشحنة بشحنة سالبة تمام؟ إيه اللي بيحصل؟ بعمل لهم عمليات جمع مش المادة دهيا هتدوب في المية يبقى هاي المادة هاي؟ زائد المية هنجمع دولة بقى إتش وإتش يبقى اتنين إتش بشحنا مجابة زائد سي L لوحديها زائد الهيدروجين لوحديها عندي هنا عدد أيونات الهيدروجين قد إيه؟ اتنين الهيدروجين قد إيه؟ واحد زيادة عدد أيونات الهيدروجين تعني حامضية المحلول زيادة عدد ايونات الهيدروجين تعني حامدية المحلول يبقى زيادة عدد ايونات الهيدروجين تعني حامدية المحلول القاعدية لو انا عندي مجموعة هيدروكسيد طيب نشوف لو عندي مادة زي دهية مثلا ن ايه او اتش عايزة اعرف هي حامد ولا قلوي المادة ده هين او خالص اقينها ادي ايه 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 ا